اثنين حصان 25 نيوتن متر ونائل حركة سبع سرعات ديول كلتش مبلل هو الفرق ما بين الامجي الاركس 5 الجيل السابق او ما عرفش بقى تعتبرو دي فيسليفت هو الامجي الاركس 5 بلاس اللي معانا الجديدة كليا في السوق المصري تعالوا نعمل لها تجربة القيادة فقط للي عايز يتفرج على العرض الكامل التفصيلي ما بين الفئتين المطروحين يرجع للريبيو الاولاني اللي كنت عملته في المعرض فصصنا العربية نهاردة هنعدي فيها يا دوب في دقتين ونطلع نعمل لها تجربة قيادة ونشوف تحسنته لا وكمان نعمل لها تجربة تصارع اكيد ونشوف الرقم تحسن ولا لا بالاتنين حصان والخمسة عشر نيوتن متر ونائل حركة جديدة يلا بنا العربية اللي بنصورها النهاردة دي اعلى فئة صاحب العربية جايبها بمليون وربع بالزبط موصفة العربية كومباكت اس يو بي طولها اكتر من اربعة متر ونص قاعدة العجلات اثنين وسبعة من عشرة التغيير الجازري فين جاء في الجيربوك زي ما قلنا ان الجيربوكس بقى هنا سبع سرعات ديول كلتش مبلل غير الجافل لقبل كده والموتور زاود القدرته بالالف خمسمائة تربو بقى بيوالد مية واحد وسبعين حصان ومتين خمسة وسبعين نيوتن متر بزيادة اثنين حصان وخمسة وعشرين نيوتن متر مش مفروض يفرقوا كتير اوي لكن ممكن يحسنوا الادائي خلوها انعم حنشوف طبعا تجربة التصارع ما بين دي واللي فاتت لو فاكرين اللي فاتت كتعملها في تسعة عربعة وتمانين اقل من عشر ثواني وحنشوف دي في عامل ايه طبعا التعليل امام بتاعها مكفرسن والخلفي كمان ونفاصل مالتي لينك بفكركم تاني كنت عمل لها ريفيو كامل فاحنا بس هنبص عليها بصة كده في اللون الابيض ودي اعلى فئة تعرفوا ازاي ان فيها كاميرا امامية واحدة من الحاجات المميزة اوي وطبعا التأثير من اللاكسس باين اوي في التصميم الامامي ولكن انا بشوف ان دي احلى بكتير من الار اكس فايف العادية وفيها حركات حلوة وطبعا اللون الابيض احلى بكتير من الاسود اللي عملت لها عارض لان باين فيه كل حاجة في العربية وزي ما انتو شايفين برضو الكاميرا بتاعت ال 360 والنظام من جوة اتفرجوا على العربية من جوة العربية تغيرت خالصة بدلت التابلوب بتاعتها تبدل ولكن المواد مازالت جيدة جدا في العربية اللي يفرق معانا ايه الكاويتش في حالة العربية دي كنت علقت عليه قبل كده برضو مش لان بايلت سبورت فردة هيلة 235-45-19 بوصة حنشوف ال rx5 plus عملوا حاجة في التعليق بتاعها خلوها انعم شوية ولا لسه ناشفق زي القبلها وعندي كروم من فوق برضو شكلها حلو العربية مفيش شك وبصوا على العربية من الدهر حلوة الانوار برضو اتغيرت وعندك فتحات شاكمان من تحت زائفة تماما يا جماعة ولكن التغيرات اللي تمت في العربية حلوة يمكن احلاهم او اكترهم اختلافا هي الحتة بتاعت السبويلر اللي فوق ده شكله مختلف ومعمول بفتحتين وعلقت عليه كيف هي الكلام؟ نجرب القيادة يلا بيدا هفكركم تاني اللي عايز يتفرج على العربية حتة ونظام الترفيه والمساحات وكل التغطية الكاملة اتفرجوا على الفيديو بتاع عرض العربية اللي كان في المعرض السودا وكان في واحدة بيدا وعملنا كل العربيات اللي عندهم تقريبا وهو هطلكم لينك في وصف الفيديو عشان اللي عايز يتفرج على تفاصيل العربية الكاملة النهاردة احنا بنسوق العربية فقط طيب اوكي الكاويتش البايلوت سبورت حلو جدا تسعة تشرات بس سامحهم اوكي انا مش مدقاني ان انا سامحهم عشان تبقوا فاهمين حساسهم يعني ده اول انطباع التعليق مش حاسس ان هو تغير في العربية هو طول عمري بعلق على العربية دي انها نشفة فعلا في المطب حتى الصغير اللي هو يدوب الموجة الصغيرة دي روح تحسيت العربية ايه يعني اخادته بضمير فبتحس انها نشفة شوية عزل الصوت عزل صوت المطور مش وحش بس الهوى نص نص مش بجودة عزل صوت المطور يعني سامع هوا برضو مفيش حاجة تغيرت ايه في العربية المواد كلها كويسة في العربية والانتيرير اتغير برضو بفكركم عشان عملنا قبل كده عشان بس انا عارف حد يقول ليه بس تعاربتش الابعاد وحاجات دي كلها انا عملتها بالكامل انا بس بنجرب القيادة نقل الحركة تعالوا نتكلم عليه لا طابعا فيه تغير كبير قوي قبل كده نقل الحركة ما كنتش عارت ازاي هو ديول كلاتش اللي في الام جي سيكس وكل العربية اللي قبل كده كل حركة فيهم يروح عاملك كده كل نقلة او ما كانش او ديول كلاتش كان مرح رح عشان ايه ما يبواصل كلاتشات وكنت شرحت لكم نظريتي اوكي انه النظرية بتقول ايه ان هم عاملينه بطيء معينه ديول كلاتش عشان يطولوا عمر كلاتشات وفعلا هو ناجح في ديه جدا ان كلاتشات بتاع العربية ما صدرش منها مشاكل كتيرة ممكن يقول لك اه اوفرهيت ويركن العربية بس مفروض بقى مع الزيت ما عندناش القصص دي خالص فرامل العربية فرامل العربية كويسة ما عنديش مشاكل فيها برضو والكاويتش فارق جدا في الملفات تعالوا نشوف اول ملف طبعا العربية فيها وسائل امان كلها ما عملوش اي حاجة في تعليق العربية ما زالت عربية تعليقها ناشف وعلى تسعة تشرات ده احنا في حتة انشف ولكن انا فضل الاس يو بي تبقى انشف عشان لو اكون انا عايز اعمل حاجة بيها يعني اناورها الاقي الحاجة اللي هتستجيب معايا في المناورة راشيقة طول عمري بقى اسمي العربية دي عربية رياضية لانه طبع التعليق بتاعها رياضي وده متغيرش بس النقلات بقت زي ما بيقولوا ايه لحد دلوقتي في المود اللي انا سيقها سيملس يعني بتتم بسلاسة جدا نتيجة تغيير الكلاتش الخمسة وعشرين نيوتن ميتر ممكن يفرقوا بس لازم تبقى حساس قوي لما بتعلي الرافز بتاعت الموتور عدد لفات موتور حتسمع شوية الموتور بس مش مبالغ فيها كده احنا مفتوض حطناها في اس ايوه بقت في سبورت مود يا جماعة تمام وانتوا عارفين زي ما وريت لكم قبل كده ان سبورت مود في كل العربيات الاقتصادية اذا ما بتفرقش في حاجة خالص ليه لأيه بتطول النقلة لكن في التصارع انت ما بتجيبش هورس باور زيادة في العربيات وضع القيادة هو هو ما تغيرش ما زالت الحتة كويسة جدا عجباني الشاشة بتاعت مرسيدس اللي هي بالطول بتاع جبني والوضوح بتاع حاله ونفس التعليق على الحتة بتاعت الكنترست بتاع العربية بتاع الشاشة بدل الفوليوم اللي هم مش عارف مين العبقرية اللي هم حطوا هنا حاجة تعالي الاضاءة بتاعت الشاشة مش الصوت مستوى الصوت يعني حطيني مروحة على الجنب اليمين الشمال كان مفروض حطولنا ايه الصوت بديهية يعني مش كده اوكي طول عمره الموتور ده فاي واستفاد جدا بوجود الكلاتش ده كلاتش ده عمل نقلة نوعية في العربية في الراحة على قلب هنشوف لما نقرس عليه في التصارع وحيعمل ايه طيب الاستهلاك بدري شوية على العربية نحكم ولكن اهو اديكوا شايفين من متوسط الرحلة تمانية ممكن يبقى قل كمان والبيك اوب بتاعه كويس الكلاتش ما قاش في التردد كان في شوية التردد بالذات في الداونشفت شالوا البادل شيفترز العربية سابتة جدا عالطريق ما زالت مارش رأي فيها خالص راشيقة وادقة رياضي وانت بتدفع الضريبة وسط المدينة او في المطباط خمسة عشر نيوتن متر وانا بزود على الملف ما عنديش اي مشكلة برضو راشيقة العربية دي مفيش شك والكلتش ده عمل نقلة نوعية مفيش شك برضو اثنين حصان شوفوا بقى مين اللي حيحس اثنين حصان يعني فرق المواد اللي جغوا العربية ده نوعية خمسة عشر نيوتن متر ممكن يتحسوا ممكن يفرقوا تسعة عربعة وتمانين كان رقم الامجي آر اكس فايف العادية تعالوا نشوفها في ملف الاندرستير عاملة ايه ناشفة بنت الايه والكاويتش هايل يعني ايه بتتمان قليل اوي اوي فيها شوية شوية من الحركة دي لكن مش مبالغ فيه خالص بالعكس انا ممكن اتهور بيها اكتر من كده لو حبيت الكاويتش هو كمان واحد من الاسرار تعالفين الكاويتش ده بمصنعين كتير جدا بيعملوا بيه العيب جامدة جدا عجباني سوائتها عجباني تعالوا نشوف التصارع فرق ولا لا يالا بينا تعالوا نعمل تجربة التصارع ده ديو الكلوتش نحطها الاول في الدرايف ايه اول حاجة نحطها نسوق العربية في الدرايف نحطها في اس نقفل السبات الكتروني تراكشن كنترول بحب ايه العربيات يدوس الدوسة يروح قافل على طول الدنيا بسيطة وثالثة اه اه اقف الازاز درجة الحرارة للمهتمين بالارصاد 27 درجة هدلها شوية بوس كده نشوف اللي يتعمل ازاي مش عارف هنشوف اهلا احسن بكتير في النقلة بتاعته فيش الخبطة والراجة الكبيرة دي تسع ثواني فيها احسن شوية هنجرب تاني شوف السرعة قصوى والبريكينج بوينت كمان عشان جرب الفرامل ودي البريكينج بوينت بتاعت العربية بتاعت الطريق اللي انا بجرب فيه فرامل كويسة هي مش عربية رياضية اكيد فرامل كويسة قوي بس طبعا بتفيد شوية بتتعب شوية بتاعت السرعة بس دي سرعة فائقة في الشارع المقفول ولكن فراملها كويسة وسهل التنبؤ بيها كمان ما تغيرتش هي هي السر فعلا هو الكويسة شوفته كمان ما فرقش او انا ما فرقتوش قوي وده اللي حسن رقم تعالوا نجرب تاني هل اقدر احسن؟ تعالوا نشوف اهو اوكي اقفل الزاز حق الزاز خالص معانينا اطول البوست شوية يمكن يحسن اوكي قد كده الكلاتش فرق في العربية تسعة ثواني برضو مليحة السرقم كويس وزي ما شفتوا العربية في التسارع عملت في التجربتين تسعة ثواني فلات يعني فيه تغيير تقريبا ثانية مقارنة بالر اكس فايف بالجير بوكس المختلف سر العربية دي نقل الحركة ده فرق جدا حتى تحت التسارع التقيل مفيش اي رجة ولا حركات الغريبة اللي كانت بتعملها حتى لما العربية بتعمل بتنقل نقل التحت مفيش كده مفيش تردد نقل الحركة ده هو اللي فارق في التسارع الخمسة عشر نيوتين ميتر ممكن يفرق شوية لكن ممكن يروحوا فرق حاجات خامات احسن شوية الشاشة حاجات كده ممكن تفرق شوية لكن نقل الحركة عمل نقلة نوعية وطبعا اكيد نقل الحركة التبريد الزيت يبقى اكيد اعتمادي اكتر في الحر وممكن يتقرس عليه يعني ضغط اكتر ولكن فرق جدا وفرق فراحة الركوب كمان عشان مقاش فيه الرجل عنيفة خالص فاي ولا التردد الحقيقة متكود جيد جدا لكن تعاليق العربية هل متغير ولا حاجة الهندسة او الجومتري بتاع تعاليق العربية او لا خالص هي هي مازالت رياضية جدا الكويتش ده هايل وسر من اسرار العربية مفيش شك برضه عامل التصاق بالارض كويس وان كان مسماعني صوت الارض شوية العربية مازال فيها سنة الخشونة زي الامدي سيكس اللي هو تحس شوية بشوية اهتزازات خفيفة بعجلة القيادة ولكن كويسة ولزيزة بتعزز التجربة الرياضية اوكي ولكن لو اكلمنا على التوجيه بتاعها كمان بيعجبني جدا لانه ما بيتقالش بزيادة ومش اسيستد بالكهربا بزيادة ففي شوية احساس بيحاولوا يدولوا شوية احساس حاولوا يعني العربية اداءها جايد جدا كل حاجة متغيرتش الاستهلاك زي ما انتو شايفين لسه بدري بس كل الناس الملاك مش هتلاقي فارق استهلاك كتير مش الاتنين حصان والخمسة وعشر نيوتر ميتر ولكن نائل الحركة ممكن لو اسلس ممكن يحسن الاستهلاك مش عارف لو غيروا نسب نائل الحركة برضو عن اللي فات ولا لا احتمال فممكن تلاقي لو النسبة الاخيرة اتغيرت ممكن تلاقي كمان فيها توفير اكتر ما تضمنش دي حاجات هتبان مع الوقت العربية بالسعر ده بتدي حاجات كتيرة وتغيير نائل الحركة ده عمل فيها نقلة كبيرة طيب تاني برضو للنسبة متابع الفيديو وقالك اي ده انت مكلمتش خالص على العربية ده مجرد تجربة القيادة بتاعت العربية وقلت كل تعليقاتي فيها العربية بتدي كتير للي بيدفع فيها مفيش شك ودي حركة كويسة فيها طيب اللي عايزي يشوف الفيديو الكامل بتاعنا اللي هو هتعمل في المعرض اللي في وصف الفيديو هتلاقي رابط لي عشان تتابعه بالكامل بس كده سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة